سأذهب بكم إلى قرآنهم إلى قرآن محمد وآل محمد وإلى سورة التكاثر حيث تبدأ السورة بعد البسملة ألهاكم التكاثر الهانة كل شيء لكن التكاثر أهم عنوان يلهينا يلهي الإنسان في سورة الحديث في الآية العشرين بعد البسملة من سورة الحديث هناك حديث عن هذا التكاثر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو هذا هو اللهو الذي يلهينا وهذا هو اللعب الذي يلعب بنا في الحقيقة في الحقيقة لسنا الذين نلعب به إنه يلعب بنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كل هذا تكاثر ولكن التكاثر على أصناف فإن اللعب واللهو والزينة والتفاخر تكاثر أصناف من التكاثر وهناك تكاثر تحدثت الآية عنه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ثم تبين الآية لنا حقيقة هذا التكاثر ترسم لنا صورة تكشف لنا عن عاقبة أمر هذا التكاثر كمثل غيث والغيث هو المطر كمثل غيث أعجب الكفار نباته والكفار هنا الزراع فإن الزارع كافر يكفر البذور يغطيها تحت التراب وإنما قيل للكافر الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه يغطي فطرته بجهله وعناده وإلحاده وسائر ما يقوده إلى الكفر كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته مطر من السماء ونبات في الأرض صار يانعا مورقا جميلا أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا بلغ إلى أعلى مرتبة من النماء فلما وصل إلى أعلى مرتبة من النماء بدأ بالإصفرار انتهت دورة الحياة الخضرائف فتحول إلى نبات أصفر فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يتلاشى شيئا فشيئا إما بسبب الإنسان أو بسبب الحيوان أو بسبب الرياح أو من عند نفسه بسبب العوامل الطبيعية المختلفة هذا هو حال الدنيا مطر نبات مخضر مونق حسن جميل وصل إلى أعلى درجة من درجات نمائه وإنباته صار بعد ذلك مصفرا يابسا وتلاشى شيئا فشيئا فصار حطاما إما أن الإنسان قضى عليه وإما أن الحيوان قضى عليه وإما أن العوامل الطبيعية الأخرى هي التي جعلته حطامة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هذه أعمارنا وهذه دنيانا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا أريد أن أقف عند هذه الآية طويلا لكن الآية تحدثت عن أصناف من التكاثر أعود إلى سورة التكاثر الهاكم التكاثر التكاثر يلهينا التكاثر قد يكون في الأموال التكاثر قد يكون في الشهوات التكاثر التكاثر قد يكون في السلطة والحكومة التكاثر قد يكون في تحصيل العلم والدراسة والشهادات التكاثر قد يكون في الشهرة وصناعة الجاه بين الناس التكاثر 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 أصنافه كثيرة جدا وهذه الأصناف هي التي تلهينا تلهي الآدميين في حياتهم الدنيوية ولكن أصناف أخرى هي أخطر من الأصناف التي ذكرتها هناك التكاثر في الغباء التكاثر في سوء التوفيق التكاثر في ارتكاب المعاصي التكاثر في الجهل وفي الجهل المركب بشكل أخطر التكاثر في أن نشرب من العيون الكدرة القذرة التكاثر في حسد أولياء الله التكاثر فيما نستنتجه وما نحكم به وما نصل إليه من نهايات تقودنا إلى العاقبة السيئة هذه الأصناف من التكاثر هي الأصناف الأخطار صحيح أن التكاثر في الأموال يلهينا يلهي الإنسان عن أن يتوجه إلى الجهة الصحيحة ومن الآخر يلهينا عن خدمة إمام زماننا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تذكروا كلمته التي مرارا وكرارا أرددها بين أيديكم لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي يعني أن الإمام يوظف كل ثانية في حياته في يقضته ومنامه يوظف كل ثانية لخدمة الحجة بن الحسن الإمام الصادق ليس محتاجا لهذا أنا وأنتم نحن محتاجون لهذا وإمامنا الصادق يعلمنا يرشدنا يضع لنا برنامجا ومنهجا يريد منا أن نتلمس حقيقته وأن نعمل به أنا وأنتم الذين يجب علينا أن نقول لو أدركنا القائمة فإننا سنخدمه أيام حياتنا وقد أدركناه نحن في أيام إمامته فهو إمامنا ونحن في أيام غيبته الثانية فالإمام ولد والإمام والإمام تحققت إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه العسكري صلوات الله عليه وغيبة الإمام بدأت وانتهت الغيبة الأولى ثم جاءت الغيبة الثانية وقد امتدت قرونا وها هي العلائم تتحقق شيئا فشيئا وقد مر الكلام عن هذا عودوا إلى الطبق الرئيس إلى طبق يوم الخلاص وتفحصوا النصوص التي ذكرتها لكم إنها العلائم التي تحققت ولا زالت تتحقق فنحن في زمان القائم صلوات الله وسلامه عليه أنا وأنتم الذين يجب علينا أن نقول هذا القول من أننا في أيام القائم ومن أنه يجب علينا أن نقضي أيام حياتنا في خدمته لكن الذي يلهينا عن ذلك يلهينا التكاثر بكل أصنافه حينما نسعى وراء الأموال سعيا حثيثا نسعى وراء الأموال لأجل الأموال فهذا يلهينا وحينما نسعى وراء العلم لأجل العلم فهذا يلهينا عن إمام زماننا وحينما نسعى وراء الجاه والشهرة لأجل الجاه والشهرة فهذا يلهينا عن خدمة إمام زماننا وهكذا الأخطر من كل ذلك حينما يكون التكاثر والسعي وراء الغباء مثل ما يفعل مراجع حوزة النجف وكربلاء يتكاثر غباؤهم منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والغباء في تكاثر والجفاء لإمام زمانهم في تكاثر والغدر ببيعة الغدير في تكاثر والدليل كتبهم عقائدهم تفاسيرهم فتاواهم أحوالهم شؤون حياتهم الشخصية الواقع الشيعي البعيد عن إمام زمانه كل ذلك من نتاجه والأمر في استمرار وفوق ذلك يحاربون الذين يرفعون أصواتهم لدفع الشيعة باتجاه إمام زمانهم هذا هو الواقع السيء الذي أنتجه تكاثر الغباء وتكاثر الإنغماس في العيون الكدرة القذرة بعيدا عن العيون الصافية هذا التكاثر هو الذي يلهينا يلهي الشيعة ألهاكم التكاثر الشيعة يتكاثرون فيما بينهم في تعصبهم لعجولهم لأوثانهم لمراجعهم فشيعة السيستاني يتكاثرون مع أتباع مقتدى الصدر وأتباع مقتدى الصدر يتكاثرون مع شيعة السيستاني والجميع يتكاثرون مع أتباع صادق الشيرازي وهكذا مع البقية كل مجموعة تتكاثر مع الأخرى لأجل أن تبين خضوعها واتباعها لمرجعها لعالمها لقائدها لصنمها لوثنها لعجلها الذي تعبده هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة في العراق وغير العراق والأمر هو هو في سائر البقاع الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة هذا التكاثر في الصنمية وفي إظهار الحب للمراجع هو هذا الذي يلهي الشيعة عن خدمة إمام زمانها ويلهيها أولا عن المعرفة السليمة لإمام زمانها الهاكم والتكاثر فالشيعة مراجعا وحوزتا وعمائما وخطباء منبار والذين والذين يتبعون هؤلاء في أبعد ما يكون عن فناء إمام زمانه لماذا ألهاهم التكاثر وإذا لم ينتبهوا ويعودوا إلى جادة صوابهم فإنهم سيذهبون إلى قبورهم بحالتهم هذه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى نقلتم إليها ودفنتم هناك صورة شائعة عن أن صنفين من الناس في مكة تفاخروا بالأحياء من زعمائهم ثم تفاخروا بالأموات من زعمائهم وذهبوا إلى المقابر يعدون قبور موتاهم هذا الكلام موجود في كتب التفسير لا شأن لي به بحسب الروايات فإن زيارة المقابر هنا هي أن ننتقل إلى قبورنا بعدما نموت لأن الآيات التي ستأتي يفسرها لنا محمد وآل محمد بالرجعة ويوم القيامة فهذه الزيارة ملتصقة بما بعدها بالرجعة ويوم القيامة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نبقى منشغلين بغبائنا منشغلين بصنميتنا منشغلين بجهلنا المركب منشغلين بالإصرار على أن نبقى غاطسين في العيون الكدرة القذرة هذا هو التكاثر الذي ألهانا ويلهينا حتى موتنا عن خدمة إمام زماننا وبعد ذلك ننقل إلى قبورنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلماذا لماذا لا تنتبهون لأنفسكم لماذا لا تبحثون عن مساحة في حياتكم تخدمون فيها إمام زمانكم ولن تستطيعوا أن تخدموا إمام زمانكم ما لم تتسلحوا بالعقيدة السليمة ولقد لخصتها لكم وجمعتها لكم بعد تجربة طويلة في التدريس والبحث والتحقيق في عالم العقائد لخصتها لكم جمعتها لكم ووضعتها لكم في خارطة للعقيدة السليمة في مجموعة حلقات أعرف إمامك من هذا البرنامج من برنامج الخاتمة العقيدة السليمة جوازنا لخدمة إمام زماننا إن لم نوفق أن نجعل كل حياتنا لخدمة إمام زماننا على الأقل أن نجعل مساحة من حياتنا ولو كانت ضيقة لخدمة إمام زماننا لماذا نفكر في خدمة مراجعنا في خدمة علمائنا في خدمة زعمائنا من السياسيين وغير السياسيين من أصحاب العمائم وغير أصحاب العمائم لماذا نفكر فيهم ولماذا نعطي هؤلاء مساحة كبيرة من حياتنا هؤلاء لا قيمة لهم أساسا إلا إذا كانت خدمتهم تقودنا إلى خدمة إمام زماننا وأين نجد هذا ما بين العمائم الطوسية العباسية الإبليسية إننا حين نخدم هؤلاء نخدم أبالس هؤلاء أبالس المراجع والقادة المعممون أصحاب العمائم من الوكلاء والخطباء وأمثالهم هؤلاء أبالس يأخذوننا إلى إبليس لا يأخذوننا إلى إمام زماننا هذه هي الحقيقة من الآخر هؤلاء يكثرون علينا غباءنا بسبب غبائهم وجهلهم ونبقى ما بين تكاثر غبائنا نحن وتكاثر غباء هؤلاء الذين نسير وراءهم فنقع بين تكاثرين من الجهل المركب ومن الغباء المركب ومن الخذلان المركب ومن سوء التوفيق المركب كل هذا ببركة حوزة الطوس ببركة سقيفة بني مرجعية في النجف هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسست حوزة الضلال هذه في النجف وكربلا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلا هذا ردع ردع شديد القرآن يرفض حالتنا هذه ما هي حالتنا نحن منشغلون بغبائنا بتكاثرنا منشغلون بصنميتنا منشغلون بشهواتنا كل هذا شغلنا عن خدمة إمام زماننا وبقينا على حالنا هذا حتى جاءت لحظة الموت وحينئذ لا نستطيع أن نغير شيئا إذا ما نزل الموت بنا لا نستطيع أن نقدم شيئا ولا نستطيع أن نؤخر شيئا إذا نزل الموت بساحتنا فماذا سنصنع نحن منتقلون راحلون عن هذه الدنيا وقد باءت كل المخططات بالفشل وهذا الغضب الذي يحتدم في داخلنا لأمر هنا أو لأمر هناك سينتهي سينتهي وهذه المطامع التي تفور تفور في هواجسنا ستتلاشى ويتلاشى كل شيء معها إنها لحظة الموت وبعدها زيارة المقابر سنذهب إلى قبورنا إلى بيوتنا الجديدة هل هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أين خدمتنا لإمام زماننا أين معرفتنا بإمام زماننا أين إحياؤنا لأمر إمام زماننا أين عملنا ببرنامج التمهيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم أين كل هذا لقد انشغلنا بتكاثرنا حتى وصلنا إلى مقابرنا ومن هنا فإن القرآن يرفض حالتنا هذه كلا ما الذي يجري كلا سوف تعلمون سوف تعلمون في الرجعة كلا سوف تعلمون سوف تعلمون في الرجعة إن كنتم رجعتم أم بقيتم في قبوركم سوف تعلمون لكن الذين سيعودون إلى الدنيا في الرجعة سيعلمون ويعلمون كلا سوف تعلمون وبعد ذلك تأتي الآية ثم كلا ردع شديد في الآيات ثم كلا سوف تعلمون الحديث عن يوم القيامة الكبرى أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة والحديث هنا عن هذه الأيام كلا سوف تعلمون الأولى عن اليوم الثاني من أيام الله إنها الرجعة ثم كلا سوف تعلمون إنه اليوم الثالث من أيام الله يوم القيامة كلا لو تعلمون علم اليقين متى يتحقق هذا المعنى يتحقق هذا المعنى في القيامة مثل ما عبرت الرواية من أنها المعاينة والمعاينة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الرجعة وقد تكون في القيامة الكبرى لكن أعلى مراتبها في القيامة الكبرى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أقرأ عليكم مما جاء في مختصر البصائر البصائر الكتاب الأصل لسعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه والمختصر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذا الحديث في الصفحة السابعة والسبعين بعد الأربعمائة إنه الحديث الخامس والعشرون بعد الخمسمائة بسنده عن عبد الله بن نجيح اليماني قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادقي صلوات الله عليه لتسألن يومئذ عن النعيم قال النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمد وآل محمد هذا هو النعيم الذي سنسأل عن قال النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمد وآل محمد وفي قوله تعالى لو تعلمون علم اليقين قال المعاينة المعاينة هي أعلى درجات العلم وهي أعلى درجات الوضوح وهي أعلى درجات الإدراك وفي قوله تعالى لو تعلمون علم اليقين قال المعاينة وفي قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال مرة بالكر وهي الرجعة وأخرى يوم القيامة يمكن أن تقرأ وأخرى يوم القيامة وأخرى يوم القيامة بحسب ما نفهمه من هذه العبارة وفي قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال مرة بالكر وأخرى يوم القيامة كلمات إمامنا الصادق واضحة وواضحة جدا وأقرأ عليكم مما جاء في الكاف الشريف هذا هو الجزء السادس هذا هو الجزء السادس من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان قبل أن أقرأ الحديث عليكم نذهب إلى فاصل هذا هو الحديث الثالث من الباب المرقم ميتين وأربعة من الجزء السادس من الكاف الشريف في الصفحة الخامسة والتسعين بعد المائتين بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة إنه أثمالي قال كنا عند أبي عبد الله جمع فدعا فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا ما لنا عهد بمثله يعني ما كنا قد تناولنا طعاما كهذا الطعام أبو حمزة يقول كنا عند أبي عبد الله جماعة جماعة فدعا فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا وأتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل من الذين كانوا جلاسا في ذلك المجلس فقال رجل لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله عز وجل أكرموا وأجلوا من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه هذا لا يفعله المخلوق المخلوق الكريم الإنسان الكريم لا يفعل بأضيافه هذا أن يقدم لهم الطعام وبعد ذلك يسألهم عن الطعام الذي قدمه إليهم إن الله عز وجل أكرموا وأجلوا من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم الحديث واضح ولا أعتقد أنه بحاجة إلى شرح أو إلى تفصيل في البيان النعيم الذي جاء مذكورا في سورة التكاثر إمام زماننا هذا هو النعيم الذي سنسأل عن النعيم إمام زماننا النعيم ولاية إمام زماننا النعيم مودة إمام زماننا النعيم دين إمام زماننا النعيم خدمة إمام زماننا إذا وفقنا لذلك هذا هو النعيم وأصله أصله بيعة الغدير أصله أصله بيعة الغدير ماذا نقرأ في سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة في يوم الغدير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي النعيم هو تمام النعمة متى تمت النعمة علينا تمت النعمة علينا في غدير خم تمت علينا بمحمد وآل محمد وتاج ذلك ولاية علي هذا هو النعيم أتم الله نعمته علينا بحسح بقرآنه في غدير خم أتم النعمة علينا بمحمد وآل محمد وتاج ذلك ولاية علي نحن نقرأ في زيارات أمير المؤمنين من أنه كان تاجاً لرأس رسول الله وتاجاً لرأسه وتاجاً لرأسه هذا لا يعني أن علي أعلى رتبة من رسول الله هذه المضامين لا بد أن تفهم في سياقها مثل ما يقول رسول الله علي مني بمنزلة الرأس من الجسد علي تاج لرأس رسول الله التاج لا يشرف الرأس الرأس هو الذي يشرف التاج التاج غطاء حماية رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد كان ينادي أمير المؤمنين يا كاشف الكرب عن وجهي أين كاشف الكرب عن وجهي كاشف الكرب عن وجه رسول الله علي كان يصفه بهذا الوصف من أنه كاشف الكرب عن وجهي عن وجهي رسول الله صلى الله عليهما وآلهما فتاج النعيم وتاج النعمة التي أتمها الله علينا في غدير خم ولاية علي وهذا هو النعيم الحقيقي في أعمارنا في جيلنا في أيامنا نعيمنا هو إمام زماننا نعيمنا هو غدير إمام زماننا هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه ألهاكم التكاثر ألهانا التكاثر نحن تهيمن علينا الغفلة ويهيمن علينا الغباء ونزداد غباء حينما نزداد صنمية لهؤلاء الأغبياء القاطنين في النجف الذين يعتمرون عمائم بني العباس عمائم الأبالس هكذا وصفت الروايات عمائم مراجع النجفي وكربلا إنها عمائم إبليس الشيعة تتنافس في حبها وعلاقتها بهؤلاء وهؤلاء يتنافسون فيما بينهم متكاثرين في إبعاد الشيعة عن منهج محمد وآل محمد فيأتينا الخوء كي يضعف أكثر أحاديث أهل البيت ويأتي بعده السيستاني يكاثره في تضعيف أحاديث أهل البيت والحبل على الجرار ما هؤلاء يتكاثرون في هذا في أي شيء يتكاثرون يتكاثرون فيما يأخذون من قذارات النواصل يتكاثرون فيما يظهرونه من حب ودفاع عن النواصل يتكاثرون في هذا أحزابنا الشيعية الدينية القطبية القذرة هي كذلك خطباؤنا الحسينيون الحمير ما هم بحسينيين هؤلاء أمويون لكنني أصفهم بهذا الوصف كي تعرفوا أنني أقصد هؤلاء هؤلاء الحمير يتكاثرون فيما يظهرونه من غبائهم العقائد وجهلهم المركب في ثقافة الكتاب والعترة وحال الفضائيات هو هذا أيضا وحال المواقع الألكترونية لهؤلاء المراجع هو هذا أيضا إنه تكاثر في الغباء وتكاثر في الجهل المركب وتكاثر في الالتصاق بالنواصب وتكاثر في النفرة والابتعاد عن إمام زماننا وتكاثر في تضعيف وإنكار أحاديث العترة الطاهرة تكاثر حوزة النجف في هذا في تجهيل الشيعة في تثويلهم في سرقة أموال الشيعة باسم صاحب الزمان هذا هو الذي يجري على أرض الواقع هذا التكاثر ألهاهم عن إمام زمانهم وهم قاموا أيضا بإلهاء الشيعة بضلالهم وجهلهم ضلوا وأضلوا الشيعة ضلوا وأضلوا الشيعة هذا هو الذي جرى ولا زال يجري على أرض الواقع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ستبقون على حالكم هذا وحتى حينما تموتون ستقرؤون دعاء العديلة دعاء الضلال هذا الدعاء ليس مرويا عن محمد وآل محمد وإنما كتبه بعض مراجع المدرسة الأصولية وفقا لضلال هذه المدرسة أنتم أنتم يا أتباع المدرسة الأصولية تعتقدون جهلا من دون علم من أن مدرستكم هي الأقرب إلى أهل البيت أنتم جهال لا تفقهون شيئا هل درستم سائر المدارس أبعد المدارس عن أهل البيت وأقربها إلى النواصب المدرسة الأصولية أنا لا أدافع عن بقية المدارس أنا لا أنتم لأي مدرسة من المدارس الشعية ولا علاقة لي بها أنا أرفض كل هذه المدارس أرفض المدرسة الأخبارية بصنفيها المحضة وغير المحضة أرفض المدرسة الشيخية بصنفيها الكريم خانية والإحقاقية وما تفرع عن ذلك أرفض المدرسة الجنابذية وأرفض المدرسة التفكيكية المعارفية لا أنتمي إلى هذه المدارس وأرفض المدرسة العرفانية المدرسة النجفية والمدرسة القمية وأرفض المدرسة الأصولية إن كانت كلامية أو فلسفية أو عرفانية أرفض كل هذه المدارس ولا أنتمي إليها لكنني أقول لكم من أن المدرسة الأصولية الكلامية وهي المدرسة الأصولية الحاكمة في النجف هي أبعد المدارس عن أهل البيت وأقرب المدارس والأكثر اتصاقا بالنواصب المدرسة الأصولية الكلامية هي الأبعد عن أهل البيت بالقياس إلى المدرسة الأصولية الفلسفية وبالقياس إلى المدرسة الأصولية العرفانية مدرسة النجف الحاكمة في النجف مدرسة الخوئي مدرسة محمد باقر الصدر مدرسة السيستاني وسائر المراجع في النجف هي المدرسة الأصولية الكلامية التي هي الأبعد من بين كل المدارس الشيعية عن أهل البيت وهي الأقرب والأكثر التصاقا بالمناهج الناصبية القذرة أنتم بجهلكم المركب تتوقعون أن المدرسة الأصولية الكلامية النجفية في حوزة النجف هي الأقرب إلى أهل البيت هي الأبعد عن أهل البيت أنا أدعوكم أن تختاروا مدرسة أخرى فهي أقرب إلى أهل البيت مع أنني أرفض كل هذه المدارس ولا أنتمي إليها مدرسة مدرسة الغديرين هذه مدرسة 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 القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم هذه مدرسة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى لحظة الموت ومراجع المدرسة الأصولية الكلامية في النجف يطاردونكم بدعاء العديلة والشيعة يكتبون في وصاياهم أو يوصون أولادهم من أن يقرأوا عندهم دعاء العديلة دعاء العديلة يبعدكم عن أهل البيت هذا الدعاء لا صلة له بأهل البيت فيه كلام صحيح نعم لكن المنظومة العقائدية فيه منظومة شركية مرفوضة عند أهل البيت هذا الذي كتب هذا الدعاء كتبه وفقا لمنظومة العقائد المعتزلية خصوصا في التوحيد هذا دعاء خلي من البراءة وخلي من ذكر فاطمة خلي من العقيدة السليمة يا أيها الشيعة لماذا تقرؤونه لماذا لا تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة لماذا لا تقرؤون زيارة عاشراء لماذا لا تقرؤون دعاء صنمي قريش دعاء صنمي قريش من كنوز الأدعية من كنوز الأدعية هذا هو الذي سيسهل عليكم الخوف والوجل والوحشة بعد أن تفارق أرواحكم أجسادكم دعاء صنمي قريش زيارة عاشراء زيارة آل ياسين زيارة الصديقة الكبرى الزيارة الجامعة الكبيرة هذه وثائق الجواز وهذه وثائق المفاز وهذه وثائق النجاة وهذه الوثائق التي نلوذ بها بعد أن ننتقل من ديار دنيانا إلى ديارنا الجديدة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ماذا جنيتم من أصنامكم ومن أوثانكم الذين جئتم بوصول قبض الأخماس وأوصيتم أن تكون معكم في أكفانكم هذه وثائق سرقة مراجع النجف وكربلاء وأنتم ساهمتم في هذه السرقة أنتم خالفتم إمام زمانكم ودفعتم الأخماس لهم والإمام أباح ذلك والإمام الحجة يريد أن يطاع فيما يفرضه علينا وفيما يرخص لنا مشكلة الشيعة مشكلة كبيرة ألهاهم التكاثر تكاثر الغباء وتكاثر الجهل وتكاثر الصنمية وتكاثر الديخية أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أزل على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش أشي عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلاق أتحفو خمسة قلت لفستعجب مش دارها قلية تركب يعني خلاقه أهميشيني كما تقول خلاقه أهميشيني جميع بغلاقه وكان حالة أسمانهم فقوش ديخ عربيق ونفع عباردة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسمان عربيق قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ لا مو علم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة ترجمة نانسي قنقر